كرم محافظ كفر الشيخ على عبد المواطي أبطال الإرادة والتحدي من أبناء المحافظة لعيبي منتخب مصر البراليمبي للكرة طائرة جلوس مطاوع أبو الخير وأحمد الزكري ومحمد حمدي لفوزهم بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب البراليمبية كما أشد محافظ كفر الشيخ من جهود الأبطال المشاركين من أبناء محافظة كفر الشيخ لفوزهم بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البراليمبية ضمن لعبي منتخب المنتخب الوطني البراليمبي داعيا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الانتصارات في جميع البطولات الدولية ومسمنا مصابرة وعزيمة المنتخب الوطني البراليمبي ودعم الدولة للأبطال على مدار دورة الألعاب الأولمبية نحن النهاردة بنكرم أبطالنا زوي الإرادة والتحدي اللي حاصلين على البرونزية في البر أولمبية من أبناء محافظة كفر الشيخ في لعبة الكرة الطائرة نحن عندنا تقريبا الحمد لله نصف الفريق تلاتة من اللاعبين مع الإداري للفريق وده أقل شيء ممكن نقدمه للأبطال اللي رفعوا علم مصر خفاقاً علينا في المحافظة الدولية ده نتاج دعم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب واللجنة البراليمبية المصرية الإطار الثاني أننا اللجنة براليمبية بدأ عملها من سنتين ونص أول ما تولينا العمل كان استعدادنا أن نبدأ نستعد لدورة باريس في جميع الألعاب والحمد لله نجحت البعثة المصرية أن هي تتفوق في لعبتين يعتبر ركيزة المنتخب المصري أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشكر الدكتور أشرف صبحي وأحب أشكر سيادة المحافظة على تكريمه النهاردة بصراحة حاجة يعني بشكر جدا 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 على السيبال وعلى يعني رفع المعنويات اللعيبة بصراحة ترجمة نانسي قنقر